لبس الكيمامة للمقاشة وحلي اكبر مشكلة بتقابلك في فصل الشتاء الفيديو النهاردة تدابير منزلية وتدابير مطبخية افقار براء السندوق هتفيدك جدا في فصل الشتاء وكمان في الايام العادية هتوفر عليكي مجهودك وكمان فلوسك وقفتك في المطبخ وصحتك اللي بتضيع في الترتيب والتنظيف بتاع المطبخ يلا بينا نصلى على النبي علشان نغد السواب والحسنات السوا ونبدأ مع بعض نشوف التدابير خصوصا ان الفيديو زي ما قلت لكم مليان تدابير مفيدة وحصرية لأول مرة هتشوفيها معي انا بس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين لو اول مرة تشوفوني انا اسمي اسراء فتحي ياريت تدعموني بالاشتراك في قناتي علشان قناتي تجبر بكم ويلا بينا سريعا نشوف اول تدبيرها مع بعض اول تدبيرها معي النهاردة ومشكلة بتقابلنا كلنا كستات بيوت القصرولة بتاعت اللبن او اللبانة بمعنى اصح لما بنخلص اللبن بنحس ان هي صعبة او في التنظيف لكن مفيش حاجة اسمها صعوبة هتحطي شوية مية مغلية كده او سخنة منستخان وهتستني لحد ما تتنقع لمدة دقيقتين بصي بقى لو مش عارف انا عملت السلكة دي ازاي انا قصيت جزء مني الازازة في فيديو قديم ودأت ان انا اسبت السلكة واربط عليها من فوق الغطع علشان تسبب بالطريقة دي حطيت بقى كابت المية اللي انا نقعت فيها اكسرولة وحطيت معلقة من الملح وبعد كده شوية مية صغيرين جدا وبدأت ان انا قدعك بالسلكة دي من غير ما ايدي اصلا تلمس الكسرولة او اللبنة كبت بقى كل الرغاصب اللي كانت لازق فيها وهبدأ بقى ردفها وضيع ريحة اللبن خالص منها نحط معلقة من صبون الموعين على حاجة بسيطة ومن اشرق اللمون وعصرة نصف اللمون مع معلقتين من الخل هقولكو بقى على اختراح حلو قوي البودرة اللي انا هحطها دلوقتي دي اسمها بودرة باللمون البودرة دي بتنظف اصلا اللي استلس ورهيبة في تلميع الالمونية وبتنظفها جدا هبدأ بقى بالسلكة ان انا ادعى كويس القسرولة او اللبنة من جوة بالطريقة دي الموضوع ده بجد بجد الصبون مع اشرق اللمون مع البودرة دي رهيبة 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 وهتخليلك دايما اللبنة بتلمح حرفيا بس بقى هنا خدت السلكة اللي انا كنت عاملها وبادأت ادعك بها عايزة اقولك ان هي حاجة كده اختراع واقوى كمان من كف اليد فيه ادعك غسلت اللبانة وشكلها حرفيا بقى بيلمع مفيش اي رواصب ولا اي بقية خالص من اللبن وكمان ريحتة حلوة جدا شايفت جمال من غير اي مجهود ولا بقى هتحطيها على النار تغلي ولا هتجبلها منظف مخصوص اما المشكلة التانية اللي متابعين كتير او كاتبوا لي كومنتات وطلبوا مني ان انا اعملها قالوا لي يا اسراء الطواجن بتاعتك انت او الاستخدام لها استخدمتيها ازاي ببدائيا كده خلينا متفقين ان الموضوع ده ملوش غير حل واحده بس العسل الاصمر هنحط حوالي معلقتين في الطواجن او البرام بالطريقة دي واهم حاجة بقى تابعوني علشان الموضوع ده موروص عن جدتي الله يرحمها مفيش حاجة اسمع طريقة تانية هو العسل الاصمر بس بتبدأ الجيب زي الصينية كده ستالس او الامونيا وتثبيتي عليها الطواجن وتغلي فيه بقى بالعسل من جوه منبرة والغطى بتاعه كمان بالطريقة دي ما تسبيش اي حتة حتى الحواف بتاعته اي حاجة غلي فيها كويس جدا بالعسل الاصمر طيب ليه استراء حطيتي الصينية ديت عشان لما اندخل البرام بقى بعد ما بنتينه بالعسل الاصمر بنشغل الشواية وبنشغل الفرن من تحت وبندخل الطواجن ده بالغطى بتاعه بنسيبه وبعد كده بنبدأ بعد ربع ساعة بالضبط نقلبه على الامة التانية ونسيبه خمس دقيق كمان ونطلعه يبرد خالص ونغسله وبكده انت ينفع ان انت تستخدميه ومش هيبقى فيه روايح ولا اي حاجة خالص مفيش اي طريقة تانية غير حرق البرام بالعسل الاصويت دي اصح واحلى طريقة اما بالنسبة للفرش دي فانا هقولكو طريقة حلوة ونغسلها بيا اول حاجة بنشير الجزء اللي فوق بالطريقة دي بعد كده هنحط معلقة من الملح العادي وقشر لموم بالطريقة دي بعد كده بنحط معلقتين من الخلط طريقة دي حلوة جدا وفي المرحلة دي بقى لازم ان المياه تكون بتغلي جدا المرحلة دي لو المياه بتغلي فانت هتستغني خالص على الكربوناتو والحاجات اللي احنا بنفضتها وهتوفر على نفسك روايح تدعي بالسدر وتجيب لك لقد ضلق امراض او حساسات هنسيبها منقوع المدة خمس دقايق ونغسلها هتبقى بتلمع وهتبقى نظيفة جدا بالطريقة دي اعتمدها طيب البخور مش كل الناس عندها العلبة بتاعت البخور فانا هقولك على فكرة حلوة قوي هتجيبي الدبوز بتاع الغسيل اللي هو المجبك وهتثبتي في العود بالطريقة دي طيب المشكلة التانية اللي بتقابلنا ان الدخان او التراب اللي بيقع صوري من البخور بيبهدل الدنيا لما يبقى عندك ترطة شيل الكارتونة دي ويحتفظ بها عشان دي كنز بجد تقيلة ومش بتطير من الهواء ولا بتقع بسهولة من اي مكان فانت هتحطها تحت عود البخور وبكده طبعا هكون خلاص جزء من العود لان العودة كبير جدا طبعا فما فيش اي حاجة هتقع على الاسطح لو ما عندكيش الكارتونة دي يستخدمي اي كارتونة تانية طيب الكبايات رمضان قرب كل سنة انتم طيبين هنشتري كبايات كتير او الاستعمال لها لازم ان احنا نحطها في الطبق بالطريقة دي قبل ما نستعملها خالص وبعد كده نحط عليها معلقتين من الخل لو وصلت لحد هنا يريد تستطيع العنامى لشان نغضي السواب والحسنات السوا اللهم صلي والسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين بعد كده نجيب مياه مغلية ونبدأ ان احنا نملأ الكبايات او الطبق كله بالمياه المغلية لحد ما نغطي خالص الكبايات هنسيبها من قوة على المدة نص ساعة بالزبط لحد ما المياه تبرد نهائي وبكده بقى انت تقدري تشتوفيها وتخسيليها وتضمن انها مش هتنقصر ولا تفرقع منك طيب هاتي معلقة رز وهاتي مسك وتقاليها اقولك هنعمل كنزة حرفيا كنزة هيوفر عليك فلوس قد كده هنبدأ ان احنا نقض بالمسك والمسك اللي انا باستخدمه مسك ابيض ممكن تستخدمي اي نوع مسك تاني لو ما عندكش مسك يبقى بير فيهم ريحته قوية بس هو يفضل المسك هبدأ بقى ان انا نقلبه بالطريقة دي ولازم نقلب كويس جدا علشان نضمن ان الرز شرب كل المسك او كل حبات الرز بمعنى اصح اتغلفت بالمسك زي ما انت شايفها كده لما بمسك الرز بحس انه هو مندي لان طبعا كده حبات الرز كلها اتغلفت تقريبا بالمسك طبعا هنعمل باي ايه اسراءة هقولك هتحطي في الدوليب بكل دار في الدولاب كده طبق صغير زي ده حرفيا كل ما تفتحي الدولاب هتشمي ريحة رهيبة 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 هتوفر على نفسك اصلا اي محطر بيتحطي جوه الدولاب وتقدر يكمل له مخزنة لبس تحت السرير تعملي طبق زي ده وتحطيه هاتي بقى المقاشة ولبسيها الكمامة موضوع الفيديو الاساسي هنجيب الكمامة ونبدأ ان احنا نحط عليها خل وملمع ازاز وبعد كده نبدأ ان احنا نغرقها كويس جدا ونعصرها بالطريقة دي هنجيب بقى المقاشة ونبدأ ان احنا نربط عليها الكمامة بمعنى اصح نسبتها هنيجي بقى عند السراميك بتاع المطبخ وهنوفر حاجات كتير قوي اولهم صحتنا وقطر الوقوف على كراسي تلاقي واحدة واقفة على الكرسي عشان تدعك الحيطة فبتقع منع الكرسي لقدر الله وانت واقفة مكانك على الارض هتبدأ ان انت تلمعه الحيطة انا كنت اغسلها طبعا كنت احطت السلك في المقاشة وغسلت فبعد السلك طبعا بجيب الكمامة وبلمع الحيطة الطريقة دي من غير اي منظفات كتير ده بخلي ملمع ازاز وكمان كمامة وبس كده الحيطة هترجع بتلمعه اهتمديها وجره بيها اما الفكرة التانية هبدأ ان انا فك الكمامة وهنقامل فكرة حلوة قوي هشيل بقى المقاشة وهستخدم العصايا بتاعت المقاشة بس هحصر الكمامة وابدأ ان انا سبتها كويس جدا على العصايا بالطريقة هنيجي بقى عند الزوايا او الاماكن المستخبية في المطبخ زي ما بين المطبخ والتلاجة الحاجات اللي صعب ان احنا نوصل لها وندخل العصايا والكمامة تقريبا هتاخد كل الحاجات اللي مش نضيفها اللي جوة او كل الاتربة اللي على الارض وبكده احنا هنضف الاماكن الديقة اللي ما بنعرفش نوصل لها بكل سهولة شايفوا منظر الكمامة حرفيا لما عدتني المواقل الحتة دي واصلا كان بيبقى بصعوبة او ان انا بوصل لها لو حست ان التدابير عجبتك النهاردة او انت استفدت منها جربيها واكتبيلي رأيك في الكومنتات كمان اكتبيلي بتتابعيني من اي دولة اضغط لايك وشير واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة